هل المرض ده له يعني عوامل وراسية ولا هو ممكن ينتقل من شخص إلى آخر يعني إيه الأسباب اللي بتصيب الشخص اللي تخليه يصاب بهذا المرض بص هو حكاية أنه هو يبقى وراسة أو كده يعني ديع الميا مش مثبتة قوي بس هما بيقولوا أنه في 15% من الحالات ممكن يكون لها شق كده يعني 50% من الحالات هو أصلا الدفاكت العيب بيبقى موجود على دي النقي بتاعة الشخص هي بتبقى موجودة بس وممكن تبقى موجودة لغاية سن معين بتظهر نتيجة سترس سترس بقى قلق سترس نفسي ضغط عضوي يعني بتحصل وممكن تظهر دي بالمناسبة دي يا دكتورة أنه في بعض الأشخاص بسبب الضغط النفسي بتظهر عليه البقع دي بعض الأحيان ما بتشلش يعني بتفضل موجودة لفترة كبيرة جدا يعني الضغط النفسي من الممكن أنه يسبب خلل يوصلك نعمل تريجرينج للحاجة الموجودة في دي النقي في المناعة بتأثر فيها فممكن يفضل موجودة على طول بيخليها تطلع على طول كويستو أنا النهاردة أولا